أخي محمد أولاً أسأل الله أن يثبتنا وإياك على قيام الليل يا رب وهذه حقيقة من الساعات التي من وفقه الله أن يعيشها هذه منتهى درجات الأنس بالله عز وجل هنيئاً لك ما هي وصيتي لك صل مع الإمام وأوتر مع الإمام افعل كما كان يفعل أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه وإذا قمت في آخر الليل صلي ولكن صلي ركعتين 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 واكتفي بوترك الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليل وأنت قد أوترت مع الإمام فأدركت مع الإمام صلاة الترويح وأدركت الدعاء وأدركت من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وأدركت قيام آخر الليل بأنك تصلي ركعتين ركعتين وهكذا كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله لو كان يؤثر في أول الليل فإذا قام في آخر الليل صلى ركعتين 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 أسأل الله لي ولك دوام التوفيق